احنا شوف الاخوة والاخوات احنا كمغاربة احنا اللي كنقولو احنا يعني مغاربة اولد اولد الامراء والمولوك احنا اه الناس اللي صنعوا التاريخ وبينت صنع التاريخ لا احنا مشي انذال احنا مشي لئام بل كيبقى واليد الرقريقي بطل 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 ابطال وكيبقوا اللاعبين المغاربة مهما يعني وخخرج نمتمو النهائي وكنا نتمنى ان نفوز بهذه بهذه الكأس ولكن احنا ماشي في حل الكلاب الضالة ديال ابني ملقط ديال ولاد العبيد والخدم ديال هادوك اللي بالوف خليوني بلا ما ندخل واقعي لطلوع ارضيك يعني ولاد الخدم والعبيد يعني ولاد الكراغلا اللي الاتراك دالوا فيهم معي وربعمائة سنة وما كيبولوا عليهم اليوم دابا خارجين عندهم ليلة الافراح انا كان هدر على القنوات الرسمية ديالهم الان الان جبد لي ايشي واحدة من القنوات الرسمية ديالهم اشنو كاتبين وشنو ليلة الافراح في شوارع الجزائر يبقى دائما على قميس منتخب الوطن نجمتين ويلقجع في قميس منتخب ونجمة واحدة باي باي منتخب المغرب بهذه الدورة رغم كل الكولاسة جنوب افريقيا لعب من اجل العرب عرب فلسطين وفعل ما يمكن ان يفعله واه ليلة الافراح اوكي فرحوا فرحوا مع رأسكم مساندة لجنوب افريقيا المطبعة مساندة لجنوب افريقيا المطبعة وضدا في المملكة المغربية التي بشهادة كل بنصي في العالم هي من تساعد فلسطين ونقول انا والله ليه ما بغيش جاني انا كان عبر على رأيي وما بغيش نخرج من السطر ونقول لكم والله لحاش حشمان الكاميرا خايف تخرج ليش كلمة خايفة بس نقول لكم تبا لاكم بالانجليزية باللغة الائم بي سي لا هدوك ولا هدوك اللي كتدرقوا راهم ولا هدوك اللي 식으로 جايبnn هما قديرن همزار ما فهمتيني ولا لا مدخلين هم بزز ما بزز فهمتي في جميع الموااضع سيرو مش بغيت نقول ان قولها او لا بل عممنا نقولها لا ما نقولها لا ما نقولها تبا لكم يعني عركوا في ام بي سي تبن لكم حشsound تكون الكلمة فهي هادك لانتوما ولا هادوك هادوك ما فيهم خير وانتوما ما فيكم خير تبا لكم جميعا احنا مغاربة والمغرب وغانا بقى وكان موتوا بدمنا وبعرقنا باش ما كان احنا معنا مغارب ومع بلادنا ومع ولاد بلادنا ومع المنتخب ديال بلادنا ومع ماليكنا اما انتم يا معشرة كيلة بالطالة مع كامل احتراماتي طبعا مع كامل احتراماتي احنا كنقول لكم لو تشوفوا دابا يعني كيفاش خارجين يعني هما ملاعبين احنا كنخرجو فرحانين بريوسنا مثلا فرحانين او فرحانين شي بانتخب اخر ماشي يعني ضدهم اقليل كنخرجو اكا يعني مالكن ماشي بحالة طريقة هذه دابا تلقى تبون دابا ناشط مع راسوا حلو لي يا فين قراتي جيبوا لي قراتي الدين يماكم حيح في المورادية دابا تلقى ابدا با با مورادية دابا ايها تبون ديولي دابا مرة را قا قول لك الدين يماك حنقرع جيب لي لك الصندوق التالش سالبا قاعد من قدامي ههههههههههه اسيرة يحدث الان هذي هذي النهار احتفالات الجماهر في شوارع وهران فرحا بتأهل منتخب جنوب افريقيا للدور الربوع النهائي من بطول السركان الجماهير الجزائرية ساندت منتخب جنوب إفريقيا عرفانا للدورة الذي لعبته سلطات البلد في فضح الجرائم المرتكبة في غزة أمام محكمة العدل الدولية هذو هم اللي يدفعونني دفعا باش نقول الحقيقة التي أدين الله بها لنتوما شوفوا الكراغلا أولاد مليون ونصف مليون لقيت لنتوما ولا منظمة خامج ولا ذاك الحركة اللي داروا ذاك العملية وخرجوا على ذاك الناس الأبرياء كلكم قبحا الله وسعياكم يا أولاد الكلاب كنت شو بغي نقولها تبا لكم زعما بالعربية تبا لكم هاي يقول لي أنا ترغزة ولا سيارت نعلى حياة أمكم الكلمة كاملة من كان قصدش الناس الناس هذوكم ساكن أنا معاهم قلبا وقالبا اللي كيسميوهم منظمة خامج مجرد لاجئين تبا لكم جنوب إفريقيا اللي رفع عالم الميسرية في العالم الألوان في العالم في حل الأبواق المأجورة ديلكم في حل مصطفى بونيف وامثاله في حل المتحولين اللي كينوضوا كيسبون إن على حياة أمكم الكلمة جينا تقول لي يا اللي كذلك الميلة في غالسين ناس مساكرة كيموتو بالبرد يارب يكون لهم أوليا ونصيرا كيموتو بالبرد والجوع حاليا في الزناق يذاب في الخلاوات وانتم غالسين كالضحك على الدنيا يا المجرمين ولهذا ما عندهم لكم لا وزن ولا هيبة ولا مواقف حقيقية على المستوى الدولي ولا المستوى الإقليمي وانتم ما خرجتوا ذاك النهار ومشيتوا كسعالب كسعالب الصحراء المقملة ومشيتوا صافي جمعتوا بقاشكم وصافي ذاك النهار موريطانيا الشقيقة قلت ليكم جمعوش طايتكم لا تبعتوش هنا هم ميدادها هم ميداد وجمعتوا مشيتوا يعني هكك مقملين مشيتوا متقطع الرأس كالخيرفان المبادلة تحت خمسين درجة دي الحرارة وجي يديروا في حال انتمالي غالبين صعب في جنوب إفريقيا فحالة في حالكم طبعا ولكن صعب في الكورية دي ممثل مصري بيقول ايه امم مرمى صدها التحكم مش عجبني نهائيا مش يوم المنتخب المغرب وفي الاول وفي الاخر هي حاجة تخص المغربة فانت كواحد خرجت من البطولة اصلا بجنين وخارج من موريتانيا فانت فرحان بايه ونقطتين خارج بلقطتين فانت فرحان بايه وش عملت بحكة في رسالة انت وهو وتشتمه مش عارف حبيبي خليك في فريقك اللي روح من اسبوع ده يعني خليك فيه احسن والله ده ان اللي باردو اه ده اللي انا بقوله برضو والله برضو اه ده اللي بانا ده اللي بانا ده اللي انا كيف رجع 那个 ده اللي انا بقوله برضو وما تقولي يا حبيبي ما تقولي واللهpierش اللي يجل verde الولاد الموسيخين الولاد مليون ونص مليون لاقيت انا بديت كنقولها دهماة بمطلوقه انا ليال حقيقة كان واحد شوية كل شي عناد طريبهم اي واحد weird الله واللي يعلم. ما في قلوب اي احد وما مات عليه وهو الذي يحكم بالشهادة لمن شاء كيف ما شاء. لما يكون كدبوا على راسنا. اولاد ابناء يعني ابني مالجط هم ابناء مليون ونصف مليون لقيت. واخر نسمعو الاخر ميصري. ايه ودقطتين خلق بلقطتين. فالت فالعمبي ايه وش عملت بحكي فرسال انت هو هو. كنت اشتمه. يا مش عارف. حبيبي خليك في فريقك اللي روح من اسبوع ده. يعني خليك فيه احسن. المغرب ان شاء الله راجع انت يا كمغرب يرفع راسك انت راجع عندنا بطولة في عنار الجاي. في المغرب ان شاء الله. ان شاء الله لنا عودة فيها ان شاء الله. البطولة اللي جاية في المغرب. انما دلوقتي احنا كل اللي هنقوله انا اتكلم احنا بقى في اللي خصينا. انما انت واحد برضا الموضوع خالص. ملاقش علاقة. تعبان في بماغك. خارج من البطولة من شهرين. ما تتكلمش معنا. ومعرفش انت شمتان على ايه. واي واحد شمتان في المغرب بري ادم عنده نقص عشان. عنده نقص في الحياة. لانك لما تبقى بني ادم تشمت في شخص ناجح. كما انت عندك مشكلة نفسية محتاج تعالجها. كما مع الناس اللي مقداش دم لشان. دانا اللي بقوله برضو يا حبيبي. شمتانين في المغرب. شمتانين في المغرب. الانتصار. قتل وانتصار على جميع المستويات. وحتى الان نحن الاوائل عربيا. كل شيء يمشى بقينا غير احنا. والسعالي بالمجرابة مشت من اسبوع. ومع ذلك اشنو قال ليهم كأنكم مش بني ادمين. لا انا هناي غنختلف. ديروا ان الله يخليكم الله يكثر. تسعين في المياه ما زال ما دارول بسم الله يخليكم. الله يخليكم. زمالك يتفرشوا فينا كاملين كراغلا ولا راكلا ما كان ضنش. الله يحفظكم. بس هذلك اختلف انا معاه فيها. انه ما هذي خصة هما بني ادمين ولا مش بني ادمين. هو الشكل شوية ديال بني ادمين ياك. ولكن اذا ما كانوا كراغلا يعني اتوا من نطف هاجينة الناس عدول البحر من تركيا وجوا فاستغلوا يعني نساءهم. هذي حقيقة. هذي ما سب ما قدف. لا شيء ولا يقول لي قباح الله وسعياك. ما عارفش التاريخ هاجي تناقش معايا. جاءوا بالو فيهم كما شاءوا. فهنا من بعد كملوا الفرنسيين المهمة. اذا شنو غاد يعطيك بني ادمين ولا مش بني ادمين. انا هذا السؤال انا كعالم يعني في فيزياء وك يعني حائز على الدكتورة في الهندسة الفضائية. يعني في الجينات اه الديماغوجية. كانت رحت السؤال. ماش من حقي ولا مش من حقي. قولوا لي الله يقولوا واش من حقي ولا مش من حقي. انا جاوبوني. يلا هو جاوبوا واش من حقي ولا مش من حقي. واش هما بني ادمين ولا ماشي بني ادمين. كاشو خصنا شو التركيبة ديالهم. وكيفاش جاو. ولهذا القضية يعني مازال عليها تبقى في طور البحث. تيزي اللي عصبوني كتر. ليلة الافراح في شوارح الجزائر. والكسحات غنديروا ليهم راضين. واليد الرقراجي دار لك شي اللي داره. وقال انه كانت هناك اخطاء وكيتحمل المسؤولية. احنا كنقولوا ليه. احنا مشي لئام. انا بعدها كنتكلم على راسي والناس اللي هما بحالي. يقولوا لي الناس اللي هماك. يقولون والد الرقراجي. انت بطل وستبقى بطل. انت اسد وستبقى اسد. انا ما غدي لم تشي واحد. غدي نقول خيرها في غيرها. والقادم ان شاء الله اجمل. اذا الى هنا مشاهدين الكرام. اه غدي نقول لكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وعاش الشعب المغربي الابي. وعاش جلالة الملك. والله يحفظنا من كل شهر. والله يرزقنا حسن خاتمة. والله يحفظنا خاصة من الجارة المشرارة. تحياتي لكم مشاهدين الكرام.